موسيقى خضر الله أيامكم وأعمالكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة سين بي سي عربية دعوني أبدأ بهذا التحقيق المذهل الذي نشرته الاندبندنت البريطانية خلال الأسبوع الماضي محاولة أن تفك شفرة موجة السقيع الرهيبة التي تكاد تودي بأوروبا هذه الأيام بالفعل أودت بحياة المئات حتى الآن عشرات ماتوا والرقم يرتفع كل يوم بالطراد الكثيرون أصيبوا إصابات بالغة أصيبوا بما يسمى بعضة السقيع وقاكم الله شر عضة السقيع تلك التي تبتر لها الأطراف الاندبندنت استفتت كبار خبراء البيئة والمناخ في العالم وقد أجمعوا على أن السبب في موجة السقيع الفذة هذه الفريدة هذه غير المتكررة هذه هو الاحتباس الحراري تصوروا الاحتباس الحراري في رأي معظم الناس يرفع درجة حرارة الكوكب فما بال هؤلاء الخبراء يتحدثون عن احتباس حراري يؤدي إلى موجة سقيع سأشرح لكم بقدر ما فهمت والكلام للاندبندنت البريطانية الاحتباس الحراري أدى إلى ذوبان غير مسبوق في ثلوج القطب الشمالي حينما ذابت هذه الثلوج تصاعدت موجات من الحرارة نتيجة انعكاس ضوء الشمس على مياه كانت مغطاة بالثلوج هذه الحرارة أدت إلى خلل في الضغط الجوي في منطقة تسيطر على مناخ أوروبا مناخ أوروبا أصبح أكثر ارتباكا ولأن الضغط الجوي صار مختلا صار هناك ارتفاع في الضغط الجوي أصبحت الرياح التي كانت تمر عبر المحيط الرياح الثلجية الباردة أصبحت تصب في قلب أوروبا وتؤدي إلى موجات سقيع قاتلة من هذا النوع هذه هي المفارقة الأولى أن الاحتباس الحرارية يؤدي إلى سقيع قاتل في أوروبا المفارقة الثانية أن أوروبا وخلال القرنين الماضيين هي التي نفثت الجزء الأكبر من انبعاثات الكربون نتيجة الثورة الصناعية التي كانت أوروبا هي من أطلقها خلال القرنين الماضيين وهي المسؤولة عن تأسيس الاحتباس الحراري أوروبا إذن هي التي فعلت ذلك بنفسها وعلى مدى قرنين أظن أن أوروبا ستتعلم هذا الدرس وستشدد من معاييرها البيئية ستشدد من مطالبتها بأن يتوقف الناس كل الناس عن بث الانبعاثات في الغلاف الجوي للكوكب لأنها تدفع الثمن أما لو كان اللاتنيون أو الأفارقة أو العرب هم من دفعوا الثمن فلا أظن أن أوروبا كانت ستهتم كثيرا هكذا يهتم العالم المتقدم حينما تصيبه هو التبعات إلى الأخبار الخضراء منعت المصلحة العامة للطيران المدني الصيني شركات الطيران الصينية من دفع رسوم على انبعاثات الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كما حذرت عليها فرض زيادة رسوم الشحن أو إضافة رسوم أخرى دون الحصول على تصريح من الحكومة وقالت المصلحة العامة للطيران المدني الصيني إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم انبعاثات الكربون على الرحلات الجوية من وإلى مطاراته يتعارض مع المبادئ ذات الصبب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ولوائح الطيران المدني الدولي أوصت حكومة المملكة المتحدة بخفض دعم الألواح الشمسية في المنازل بدءا من أول يوليو بعد طفرة في تركيبها العام الماضي استنزفت تقريبا ميزانية دعمها الخطوة مهد الطريق لخفض تدريجي ومتواصل للرسوم بهدف السيطرة على ارتفاع التكاليف واستعادة الثقة في هذه الصناعة ويعقب ذلك قرر الحكومة بخفض الدعم بمقدار النصف ابتداء من الثالث من مارس بواحد وعشرين بنسا لكل كيلو وات في الساعة وهذا يوفر حوالي 700 مليون جنيه استرليني سنويا بحلول 2014-2015 تستثمر شركة تويوتا 400 مليون دولار في مصنعها في ولاية انديانا الأمريكية لتصنيع موديل جديد من سياراتها هايلندر الهاجين والتي كانت تقوم بتجميعها في اليابان وذلك مع نهاية العام 2013 القادم بطاقة انتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويا مما سوف يساهم في توفير 400 فرصة عمل في الولايات المتحدة وتعتبر هذه الخطوة جزءا من خطتها لتخفيض تكالف الانتاج ومع نهاية العام القادم سوف توقف انتاجها بشكل نهائي من السيارة هايلندر في اليابان تكنولوجيا جيل مشاهدية الكرام هي سحر خالص بالنسبة للأجيال السابقة عليه تخيلوا لو انكم التقيتم بشخص وعيه في عام 1950 وشاهدكم هذا الشخص وانتم تتحدثون في هاتفكم المتحرك او مثلا تعرفون اخبار الدنيا كل الدنيا بطرقات صغيرة قليلة مختصرة على الكيبورد على لوحة المفاتيح الشاشة تنقل لكم العالم كله لو ان هذا الشخص الذي وعيه في عام 50 رأاكم تفعلون ذلك لظن انكم انما تمارسون سحرا وانا انبهكم مشاهدي الكرام تكنولوجيا النانو تتهيأ كي تقدم لنا لوعينا سحرا من هذا النوع تستطيع تكنولوجيا النانو مثلا وفي تطبيقاتها البيئية ان تؤدي الى عمليات احتراق اقرب الى الكمال عمليات احتراق لا يكون فيها عوادم او تكاد تستطيع ان تفعل ذلك وستفعل ذلك خلال سنوات قليلة فلا تندهشوا زميلنا عبد الرحمن العرعور اجرى في العاصمة السعودية الرياض حوارا مع الدكتور احمد ابن سليمان الزهراني وهو مساعد المشرف للشؤون العلمية بالمركز الوطني للبحوثي والتقنيات متناهية الصغر النانو وكل الاسئلة عن تكنولوجيا النانو وسحر النانو كونوا مستعدين في تقنية النانو يجب نلاحظ ان هناك تأثيرات ايجابية وتأثيرات سلبية فبلا شك التأثيرات الايجابية اكثر من السلبية لكن التأثيرات الايجابية تتعلق في ان هذه التقنية هناك بعض التطبيقات صديقة للبيئة يعني غير مضرة مخرجاتها غير مضرة في البيئة يعني مثلا مثال بسيط استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في المقابل التقنيات الموجودة الحاليا هو حرق الوقود وينتج عينهم الغازات فهذه تعتبر مضرة في البيئة فهذا واحد من اهم الجانب السلبي في الحقيقة واحد من اهم الجانب السلبية هو ان هذه المواد او هذه تعتبر صغيرة جدا فعند تحضيرها فانها تنتشر في الجو لصغر حجمها فربما تدخل في الخلايا النباتية والحيوانية مما قد تفاعل مع الجسم في الداخل تسبب اثار جانبية لا نستطيع معرفته حاليا ومن المضار الأخرى هو التي بشكل غير مباشر فانك بعض المواد النانوينوية عند تحضيرها تحتاج لاستخدام مواد كيميائية فهذا الجانب ليس مباشر لكن له علاقة غير مباشرة لكن بالمجمل بالمجمل هي تعتبر صديقة للبيئة جميل هذه التقنية واهميتها وايضا استخداماتها في دول عديدة هل لها استخدامات هنا في المملكة أو بالأحرى بطريقة أخرى هل هناك تقدم في استخدام هذه التقنية في المملكة العربية السعودية في الحقيقة المملكة والتوجهات الدولة الآن هو الاستفادة من هذه التقنية فممكن نسترق إلى بعض الأمثل التي من أهمها هي استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وأيضا تحويل الطاقة الشمسية إلى الطاقة كهربائية بالإضافة إلى استخدامها في الطب يعني تستخدم المواد أو المعادل المحظرة بالنانو في استخدام في علاج بعض الأمراض كمراض السرطان وأيضا تستخدم أيضا في تحسين بعض المواد تستخدم في المواد التجميلية أضافت فيها بعض المواد تحسين من صفاتها ففي الحقيقة هناك يعني تطبيقات عديدة يعني لكن من أهمها هو استخدام الطاقة الشمسية جميل جميل هناك بعض الأمور حينما نقرأ عن النانو أهمية النانو نشاهد أن هناك اهتمام من الدول بهذه التقنية بعض الدول طبعا لكن هناك عزوف من رجال الأعمال عن دعم هذه التقنية ما هي الأسباب؟ في الحقيقة العزوف رجال الأعمال في البداية علشان توصل للمنتجات تحتاج البداية من الأبحاث يعني تبدأ من إجراء بعض البحوث الدراسات الدراسات البداية التي في النهاية يكون المخرج اللي هو البروداكت أو الناتج اللي قد يستفيد منه التاجر أو رجال الأعمال فهناك فجوة يعني رجل الأعمال أو كثير من رجال الأعمال لا يحب أن ينفق أموال على دراسات دراسات وبحوث قد تكون ناجحة أو غير ناجحة لكن الآن توجهات الدولة ممثلة مدينة هنك عبدالعزيز علوم التقنية قامت الآن بإنشاء أو بإنشاء شركة تسمى شركة تقنية سوف ترى النور القريبة إن شاء الله تأخذ المخرجات التي تقوم فيها الباحثون وتحاول تسويقها أو إنشاء إنتاج نسمى في الماس برودكت إنتاج هذه البراءات الاختراعي بأشكال كبيرة جدا إذن دكتور هذه الشركة التي تتحدث عنها الشركة التقنية التي انتجتها الدولة ما المنتظر منها ما هي التطبيقات التي من الممكن أن تستخدم من خلال هذه الشركة في الحقيقة هي المشروع هذا اللي هو تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية هو تحت مسؤوليات مدينة ملك عبدالعزيز العلوم التقنية فسوف تقوم بإنتاج المياه أتوقع إن شاء الله في خلال نهاية السنة بكميات كبيرة من مدينة الخفجي بتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية كذلك في استخدام بعض المواد الأخرى تسألني عن التطبيقات التقنية فتستخدم كمواد تحضير بعض المواد أو المعادن اللي يسمونها تيتانيوم نانو بارتكال هذا يستخدم في امتصاص شعة الشمس فهذا مستخدم الآن ككريمات للجلد وأيضا النظارة الشمسية تمتص شعة اليوفي الشعة الفوق البنفسجية تحولها إلى حرارة لا تضر في الجسم كسبب من أسباب السرطان فهذه من التطبيقات الموجودة التي تلامس المستهلكين موجودة حاليا هذه من أهم التطبيقات بعد الفاصل مشاهدي الكرام العاصمة الكولومبية بوغوتا إحدى أكثر عواصم العالم تلوثا وازدحاما تمضي أياما بدون سيارات معجزة ترجمة نانسي قنقر